اشتركوا في القناة مباراة الاولى مباراة اتحاد تنجا مع الرجاء الرياضي عندنا الحالة الاولى هي الهدف تالت لفريق اتحاد تنجا بملغى بداعي خطأ على حارس المرمى يعني كنشوفوا انه بعد ارتضاد الكرة من الحارس لاعي المهاجم كالوحدوش الجل في بداية الامر الحاكم احتسب الهدف ظنن منه انه ما كانش خطأ على الحارس بعد استدعاء غرفة البار للحاكم كتبين بانه هناك في الجري تال المهاجم في اتجاه الكرة باش يودعي الشباك هناك داس على يد الحارس المرمى هنا خلطنا نشيروا انه هاد الداس دياليد تال الحارس المرمى هي اللي ما خلتش الحارس انه يقدر يدير حركة تانية باش يتنفس على الكرة وهذا الشي علاش الاستدعاء كان من غرفة البار والغاء الهدف من طرف الحاكم وكان قرار صحيح لو ان الحارس كان عنده ما كانش عنده الامكانية انه يتنفس على الكرة هنا ستكون قرار اخر اللي هو اكسيدونتل ان الحارس ما كانش عنده الامكانية انه يتنفس لكن في هذه الحالة هذه الخرارت على الحاكم صحيح بإلغاء الهدف واستئناف بركة الحرة مباشرة الحالة التانية من مباراة لجمعات الجيش الملكي بالنادي المكناسي كانت المطالبة بركة الجزاء كانت حالة مركبة لفها الجيش تاع الحالات كانت في البداية مطالبة خطأ لصالح لاعب فرق الجيش الملكي كانت الحالة الاولى وكذاك الحالة التانية سنرى بالإعادة وانه الحركة المدافعين في الحركتين يعني لعبوا الكرة هنا سنرى من هذه الزاوية هذه ان المدافع تمكن من لعب الكرة وتغيير المصادر ديلا وبالتالي لا وجود ركل الجزاء وبالتالي القرار تعل حاكم في الملعب باستمرار اللاعب كان قرار صحيح وإكدته غرفة البار الحالة التانية من نفس المباراة يعني من بعد مرتد السريع كان في رات المهاجم تعجيش الملكي وكانت تصدي للمدافع نادي المكناسي لكل ظن بأن هناك خطأ لكن سنرى من الإعادة أنه اللاعب المدافع مقام بأدنى خطأ وبالتالي والدعب الكرة يعني اللوتاكل ديالو كان غيوري ومشاف تجاه الكرة لعب الكرة وبالتالي يتمكن من لعب الكرة قبل ما يكون الاحتكاك اللي هو عادي في كرة القدم وبالتالي مدافع لما كيلعب الكرة أولا وكيكون الاحتكاك ديالو من بعد ذلك كيكون الاحتكاك عادي في إطار اللاعب ما عندناش هنا حركة إضافية لو أن اللاعب لعب الكرة وبقاتل مجال لعب المهاجم وكينا حركة إضافية هنا ممكن يتعاقب المدافع رغم اللاعب الكرة ولكن هنا كنشوف بأن المدافع لعب الكرة بطريقة صحيحة سليمة وتمكن من تصدي الكرة بدون أدنى خطأ على المهاجم نمر للمباراية تعالجولة الرابعة مباراة الأولى جمعة فاريخ الفتح الرباطي بنادي اتحاد تانجا هنا حالة ديال الترد هنا الحاكم في بداية الأمر سأعطل إنذار للعب رقم جوج من اتحاد تانجا للتهور لكن في الإعادة كيتبين بوضوح يعني بعد استدعاء غرفة الفار يعني غير القرار دياله للترد لأنه كيتبين أن لاعب تحاد تانجا ملعبش الكرة وإنما ملعب مهاجم في الرجل دياله وبالتالي كان استدعاء صحيح من غرفة الفار والقرار تغير القرار لحالة الترد كان قرار صحيح من الحاكم في نهاية الأمر نمرو الحالة التانية من نفس المباراة هنا لدينا فرصة يعني تكسير فرصة ثانية حالة الجيل من طرف المدافع في بداية الأمر كذلك تبيل الحاكم أنه كان مدافع تاني كان يقدر يتنافس مع المهاجم لكن بعد المراجعة عن طريق غرفة الفار للاستدعاء الحاكم استدعاء إيجابي وتعطاته اللقطة المناسبة باش يشوف المسافة اللي كان بين هاد المدافع وبين المهاجم اللي كان فارد أثناء حد الخطأ يعني كي يبل بإنه كينا مسافة كبيرة بين لاعبين يعني باش لذلك المدافع يقدر يوصل على ذلك المهاجم غير يطلل بالوقت وبالتالي العناصر الأربعة تكسير فرصة حتى تجي الموجودة كي الاستحوات كي المسافة كي الاتجان حول المرمى وكذلك عدد المدافعين وتمركز ديالهم كان في صالح المواجه وبالتالي تكسير فرصة سانية حالة الجيل وورقة طرد صحيحة كذلك وتدخل إيجابي من غرفة الفارق نمر المباراة الأخرى لجمعة فريق نادي الاتحاد سوال مع الاتحاد تورقة هنا كان هدف لشجله في الدقيقة التاسعة فريق الاتحاد تورقة تم الرفض دياله على أرضية الملعب وكان تأكيد من غرفة الفار هنا هنشوفوا بإنه اللاعبين بجوج كانوا ارتقوا في اتجاه أنه يلعبوا الكرة المهاجم استعمل ليد دياله بواحد طريقة اللي أضطر على الحركة المدافع أثناء الارتقاء وكتعرفوا بإنه اللاعب لما كيكون يعني في حالة ارتقاء أي حركة من المهاجم اللي كتكون يعني أي دفع ولو يكون ماشي بهذه الدفع اللي هو واضح وجلي كي أطرع الحركة دياله كي يخلي الإكليبر والتوازن دياله في السماء ما كيكونش مزيان وبالتالي هنا كان حركة دفع من طرف المهاجم كما كتشو رقم 13 اللي أطرعت على التوازن المدافع وسمحات المواجه وأنه يتصدى الكرة ويشجل منها هدف وكالقرار صحيح على أرض لنسبة الحكام وكذلك تأكيد من غرفة الفار نمر المباراة الثانية لجمعات فريق المغرب التطواني مع النادي المكناسي بعد التماني لطويلة يعني الحكام لا يعني على أي شيء وسمح باستمارات اللاعب لكن كان الغرفة الضار التي طلبت من بعد احتجاجات من الفاريخ المحلي واللي كان طلبوا أنه من اللاعبين ونرى في حالة أخرى أنهم يعرفوا بأنه أي قرار على أرضية الملعب ولا بد تكون تشيك من طرف غرفة الضار هنا من بعد تشيك غرفة الضار طلبت من الحكام أنه يوقف اللاعب وعطته الزاوية المناسبة لكي يرى أنه وضعية اليد كانت غير طبيعية وكانت تكبير الجسم عن طريقة اليد وبالتالي المستيد موجودة وركل الجزاء موجودة بدون عقوبة انضباطية وكانت غير القرار من طرف الحكام بالإعلان على ركل الجزاء صحيحة لفاريخ المغرب تطوان نمر المباراة أخرى جمعات طاقة سعودستين بعد أخذوا رد كان هجمع لفريق الرجاء الرياضي كان توغول للمهاجم اللي حاول بالتجاه يعني روغ في الاتجاه اليمين وفي الموقع اللي غادي إتباع الكرة دي لبجدير كان عرق لب الرجل وكذلك دفع باليد على المهاجم هنا الإشكال يعني نا تشوف هنا كان الرجل وكذلك اليد يعني كان عرقالة واضحة من طرف المدافع لتع الأولمبيك آسفي الإشكال اللي كان عندنا هو واش الخطأ وقع لداخل ولا براء هنا هذا يدخل في صلب اختصاصات بتاع غرفة الفار الحكم عن العركة الجزاء غرفة الفار بعد التأكد والتحقق من هات العملية تأكدات أن الخطأ كان على خط مساحة العمليات وبالتالي ركل الجزاء صحيحة وكذلك القرار للحكم الرئيسي وبالتالي تم التأكيد على ركل الجزاء هنا في هذه اللحظة يعني هنا الخطأ تعال رجل وكذلك كان على خط مساحة العمليات وبالتالي يركل الجزاء صحيحة وكذلك 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 إيجابي وصحيح مروا المباراة الأخرى تعال نادي ركاز مع شابة محمدية نادة زمامرة وشابة محمدية يعني في الدقيقة 27 كان تدخل من لاعب شابة محمدية على المهاجم نادة زمامرة في بداية الأمر الحكام تميلي أنه كان أنطاق السومال بالدسبة للمدافع وعلى وشهر البطاقة الحمراء مباشرة في اتجاه مدافع شابة محمدية بعد التأكيد والمراجعة من غرفة تضح بأنه تدخل لم يكن على المنطقة الحساسة التي هي الساق وإنما كان سلايد كان على محمدية حتى المحل للبطاق على الساق والآن كان تدخل من العقوبة من طرد الإنظار لأن المنطقة من تدخل هذه الحساسية الكبيرة وبالتالي هنا لتغيير القرار كان صحيح والإنضار هو القرار المناسب في هذه الحالة بالنسبة لآخر المباراة لدينا اليوم هي مباراة البيداد الرياضي مع الدفاع الحسن الجديدي هنا لدينا جوجة على الحالات الحالة الأولى ركل الجزاء المعلنة في دقا 26 لفائدة البيداد الرياضي هذا السلوك يعني قلنا أميران وتكراران وتعطوه إشارة قوية للحكام أنه وقعوا حالات هذا الأسبوع تحت إحتياجات وكان حالات الترد اللي وقعوا عن طريق هذه الإحتياجات والكلام الغير مباراة مع الحكم كان عاودوا نجددوا الطلب دينا أنه أي قرار تخاط على أرضية الملعب رأي الحكم يتشكيه ويعود ما يقدرش يأتي الاستئناف لللعب والإعلان على تنفيد ركل الجزاء إلى ما جاهش تأكيد من غرفة الفار كما وقع في هذه الحالة يعني بعض المراجعة الفار تأكد أنه لم تكن هنا ركل الجزاء أن الاحتكاك لم يكن بتاتا بين اللاعبين وأن المهاجم يعني بغي يستفيد من احتكاك بسيط اللي كان باشي يوهب الحكم أنه كان ركل الجزاء هنا عدم يعني إلغاء ركل الجزاء كان هو القرار الصحيح وكان الحكم يقدر يمشي حتى الانضار لللعب مهاجم للتحايل هنا الحكم قام بالإعلان على ركل الجزاء وقام بسحة أرضية وقرار دياله كان صحيح الحالة الثانية من نفس المباراة يعني في الدقيقة 34 كان توغول من لاعب الدفاع حسيني جديدي كان مسك في بداية الأمر متبادل قبل ما يدخلوا المتقد العمليات بعد ذلك المهاجم تمكن من الكرة وإنه هو اللي مستحوض على الكرة والمدافع قام بالسحب دياله بحركة واضحة لإطرات على حركة تاع المهاجم وبالتالي هنا غرفة الفار كذلك تمكن تمرص الحالة وندات على الحكم باش يشوف الحالة بعد المراجعة والتدقيق تبيه الحكم أن هناك مسك واضح هنا الحالة اللي قلنا بأنه كان مسك متبادل في بداية الأمر ولكن بعد ذلك كان مسك واضح للمدافع على المهاجم وبالتالي رق الجزاء صحيحة بتعلنات لفريق دفاع حسين جديد عموما هدو ما الحالة اللي كانوا عندنا في هذه الحلقات على اليوم يعني عندنا تقريبا 11 حالة نقصناها الحاجة اللي نقدر نضيفه هي بغينا نشيره للسلوكات تاع اللاعبين مع الحكام الحاجة أخطأ في مباريات اللي أخطأت حكيمية كان جهاز اللي متبع الموضوع وغادي ياخذ الأمور اللي اللازمة في الموضوع وبالتالي نطلبو زيادة من الانضيبات في الميادين باش تبقى الصورة دينا ودية البطولة دينا في أباح الله بحول الله شكرا لكم هذا كل ما ما كيلي وما عندنا في هذا اللقاء الإعلامي ونتمنى إن شاء الله نتلقوكم في مرة ثانية الأسبوع المقبل شكرا جزيلا شكرا